موسيقى خلال لقاء مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي رئيس السيسي يشدد على ضرورة تغليب مصر التهدئة والتوصل لتفق هدنة بغزة وزير الخارجية يبحث مع نظيره السوري القضايا المشتركة ويؤكد رفض مصر للتدخلات الخارجية في شؤون سوريا الداخلية موسيقى توصل العدوان على غزة لليوم التاسع واتثلاثين بعد الثلاثمائة على التوالي وعدد الضحايا ارتفع إلى نحو 136 ألف شهيد ومصاب تسع مساء بتوقيت قاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل والوفد المرافق له كما استقبل الرئيس السيسي وزير خارجية الدانيمارك لارس راسموسن وذلك بحضور وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية والوفد رفيع المستوى المرافق له الذي ضم مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول العلاقات الراسخة بين النصر والاتحاد الأوروبي حيث أثنى الجانبان على الزخم الذي يشهده التعاون الثنائي الذي تكلل في الشهور الأخيرة بإعلان الشراكة الاستراتيجية والشاملة وعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي وقد تم تأكيد العزمي على الاستمرار في استكشاف أفاق جديدة للتعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة وموضوعات الطاقة والهجرة والبيئة بما يحقق مصالح الطرفين في مواجهة تحديات المشتركة وأضاف المتحدث الرسمي أن الجانب الأكبر من اللقاء تركز على الأوضاع في غزة والشرق الأوسط حيث تم استعراض الجهود المكثفة التي بدلتها مصر والشركاء للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل الرهاء والمحتجزين بحيث يمكن إنهاء الكارثة الإنسانية التي تواجه أهالي غزة فضلا عن تمهيد الطريق لإنفاذ حل الدولتين الذي من شأنه فتح أفاق السلام والتعايش والاستقرار والتنمية بالمنطقة وأكد السيد الرئيس في هذا الصدد خطورة خطوات التصعيد المستمر التي تدفع في تجاه توسيع دائرة الصراع مشددا في هذا الصدد على المسئوليات التي تقع على عاطق المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي للضغط المكثف في اتجاه توصل الاتفاق ينهي الحرب الجارية بما في ذلك العنف والتصعيد الذي تشهده الضفة الغربية وعلى النحو الذي ينزع فتيل التوتر بالمنطقة ويستعيد الأمن والاستقرار الإقليميين هذا وقد حرص الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي على الإعراب عن بالغ التقدير للدور الذي تقوم به مصر كدعمة أساسية للاستقرار بالمنطقة مؤكدا اهتمام الاتحاد الأوروبي بالتشور المتواصل مع مصر ودعم جهودها الدقوبة لحفظ الاستقرار الإقليمي خلال تلك المرحلة الحارجة التي تشهدها المنطقة كما أشهد السيد الرئيس في هذا الصدد بمواقف السيد جوزي بارل الموضوعية والمنصفة على مدار الفترة الماضية كما استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد لارس راسمسون وزير خارجية الدنمارك وذلك بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن وزير خارجية الدنمارك نقل للسيد الرئيس تحيات جلالة ملكة الدنمارك والسيدة رئيسة الوزراء وهو ما بادله السيد الرئيس بالتحية والتقدير في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين وتم في هذا الصدد استعراض سبل تطوير التعاون المشترك الذي يشهد تقدما ملموسا خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية حيث ثمن السيد الرئيس في هذا الإطار الدور المقدر للشركات الدنماركية في دفع التنمية الاقتصادية في مصر مشيرا إلى فرص توسيع التعاون بين الجانبين خاصة في مجالات الطاقة والتحول الأخضر والنقل البحري بما يعود بالفائد على الدولتين والشعبين الصديقين وقد تناول اللقاء كذلك الأوضاع في الشرق الأوسط حيث حرص وزير الخارجية الدنماركي على الاستماع إلى رؤية وتقييم السيد الرئيس للأوضاع الراهنة بالمنطقة وقد أشار السيد الرئيس في هذا الشأن إلى الضرورة القصوى محتجزين بما يسمح بإنقاذ أهالي غزة من الأوضاع المعيشية المأساوية التي يعانون منها وفي ذات الوقت شد السيد الرئيس على ضرورة أن يتزامن ذلك مع مسار جاد وحاسم لتنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على النحو الذي يحقق تطلعات شعوب المنطقة نحو العدل والأمن والاستقرار والتنمية وهو ما اتفق معه الجانب الدنماركي كما تم التوافق على أهمية الدور الإنساني الذي تطلع به الأونروا والذي يجب دعمه وحمايته مما يتعرض له من عراقيل وقد تطرق اللقاء كذلك إلى عدد من الأزمات القائمة بالمنطقة وخاصة الأوضاع في السودان حيث أكد السيد الرئيس ضرورة دعم السودان الشقيق مستعرضا في هذا السياق جهود مصر لاستعادة الاستقرار به ومشددا على أهمية احترام سيادة السودان ومؤسساته الوطنية ووحدة وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية بالإضافة إلى تكثيف الدعم الإغاثي في ضوء تفاقم صعوبة الأوضاع الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب السوداني الشقيق عقد وزير الخارجية والهجرة وشؤون النبي خارج بدر عبد العاطي جلسة مباحثات مع وزير خارجية الدنمارك لارس راسموسون الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة ونقش جانبان العلاقات المصرية الدنماركية وسبل تعزيزها في شتى المجالات إلى جانب قضاء الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك واتأتي المباحثات لتعزيز وتطوير مختلف جوانب العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين ومنقشة تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل احتواء التصعيد الرهن كما استقبل وزير الخارجية بدر عبد العاطي رئيسة المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية والهجرة يالفا يوهانسون وخلال اللقاء تمنا عبد العاطي الشركة الاستراتيجية شاملة مع الاتحاد الأوربية مشيرا إلى أن مصر تسعى لتعزيز تعاون المشترك مع الاتحاد في كافة محاور الاستراتيجية بما في ذلك محور الهجرة استقبل وزير الهجرة والخارجية وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي نظيره السوري فيصل المقتد وخلال اللقاء أكد عبد العاطي على موقف مصر الداعم للدولة السورية في مواجهة التحديات التي تواجهها ورفض قاهرة لتدخلات الخارجية في الشؤون السورية مشددا على ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلال ووحدة أراضيها كما استقبل وزير الخارجية بدر عبد العاطي نظيره السوداني حسين عوض وخلال المباحثات استعرض عبد العاطي أبرز ملامح مشاركة مصر في اجتماعات جناب وتقييمها لأعمالها والجهود المبدولة لحل الأزمة في السودان مؤكدا دعم مصر لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بعقد اجتماع يضم وزيري المالية والاستثمار والرئيس التنفيذي لوكالة دمان الصادرات والاستثمار في أفريقيا للتوافق على خطة العمل خلال المرحلة المقبلة وذلك ضمن جهود الدولة لدفع الصادرات المصرية وخاصة لقارة الأفريقية وخلال اجتماع نعقده لمتابعة إجراءات تفعيل وكالة دمان الصادرات والاستثمار في أفريقيا ناقش مدبولي أليات تفعيل وكالة دمان الصادرات والاستثمار في أفريقيا وتحديد المعايير الخاصة بعملها من خلال التواصل مع المجالس التصديرية تمهيدا للإعلان عنها أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الرئيس عبدالفتح السيثي وجه بالعمل على وضع حلول مستدامة لمشكلات ترعة الإسماعيلية وفروعها وذلك بما يسهم في انتظام منظومة الرئي مع التأكيد على ضرورة التعامل مع المخالفات والسحب الجائر للمياه منها واستعرض رئيس الوزراء موقف المنظومة المائية على ترعة الإسماعيلية حيث تمت الإشارة إلى أنها تتغدى مباشرة من نهر النيلة وتخدم زماما زراعيا في محافظات القليوبية والشرقية والإسماعيلية كما أنها تعد المصدر الرئيسي لمياه الشرب في محافظات القليوبية وبورسعيد والسويس وشمال وجنوب سيناء شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي افتتاح مقر جامعة باديا بمدينة السادس من أكتوبر بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من المسؤولين وقيادات التعليم العالي ورجال الأعمال وتضم جامعة باديا سبع كليات علمية ونظرية تستوعب 12 ألف وخمسمائة طالب وطالبة ومن المقرر أن تبدأ الدراسة في جميع التبار من السنة الدراسية الجديدة في سبتمبر الجاري هذا قد قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن مشروع باديا أحد المشروعات التي تتبع فيها دولة المصرية نهجا جديدا بشراكة مع القطاع الخاص مشيرا إلى أن الدولة حريصة على تعاون بين الدولة والمستثمرين لتحقيق نتائج متمرة وبناءة للطرفين المشروع باديا واحد من المشروعات التي الدولة المصرية في إطار النهج الجديد في الشراكة مع القطاع الخاص انتهجتها وبدأت تجني ثمار هذه المشروعات يعني الحقيقة أنا بتذكر على مدار الفترة السابقة أنا كنت حريص إن أنا أكون متواجد في افتتاح مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص زي مشروع سان كابيتل هنا في اللي كانت شركة عربية فيه كان مشروع مونتين فيو الأي سيتي في القاهرة الجديدة مشروع باديا النهاردة في مدينة أكتوبر الجديدة منذ فترة بسيطة كنت موجود في إطلاق مشروع ساوس ميت في الساحل الشمالي مع مجموعة طلعة مصطفى فالحقيقة الدولة المصرية الحقيقة بحريصة جدا من خلال هذا التوجه على تعظيم عملية الشراكة وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة الدولة بتدخل بالأرض والمستثمرين والقطاع الخاص بيقوموا بعملية التنمية والحمد لله بتبقى النتيجة مثمرة وبنائة للطرفين كما لفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة استطاعت خلال عشر سنوات مضاعفة عدد الجماعات منوها إلى أن الدولة تشجع القطاع الخاص على إنشاء الجامعات الخاصة بالشراكة مع مؤسسات عالمية بهدف تحويل مصر لمركز تعليمي إقليمي إحنا يمكن في 2014 كان عدد الجماعات كلها اللي موجودة في مصر خمسين أو حاجة وخمسين جامعة واحد وخمسين اتنين وخمسين جامعة إحنا النهاردة تقريباً مية جامعة في خلال عشر سنوات أضفنا تقريباً نفس العدد اللي كان موجود منذ بداية إنشاء الجامعات في مصر وده دليل على مدى حرص الدولة المصرية على رفع ورفع كفاءة منظومة التعليم العالم وكانت رؤيتنا إن طبعاً بخلاف الجامعات الحكومية اللي ليها بعد مهم جداً إن يكون عندنا تشجيع لجامعات الأهلية ودي أنشأنا فيها عدد كبير جداً من الجامعات الأهلية بقت موجودة الجامعات التكنولوجية وأتذكر ودي برضو بالشراكة مع القطاع الخاص وكنت سعيد جداً وأنا موجود في افتتاح جامعة السويدي منذ فترة ليست بالبعيدة وبعد كده تكن تشجيع القطاع الخاص على إنشاء الجامعات الخاصة وإنها تكون بشراكة مع مؤسسات عالمية دولية مرموقة زي المثل اللي احنا شايفينه النهاردة في جامعة بادية واللي هي بتدخل في شراكة مع جامعة التكسس الطبية قام وزير الداخلية محمود توفيق بتوديع نظيره السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز السعود بمطار القاهرة الدولية حيث أعرب وزير الداخلية السعودية عن تقديره لجهزة ووزارة الداخلية المصرية وأتنع لما شاهده من قدرات وإمكانات تقنية بقطاعات الوزارة التدريبية المختلفة وتطلعه لتعزيز للخبرات في مختلف المجالات كما تقدم بخالص الشكر والتقدير لوزير الداخلية على ما لمسه من حفاوة الاستقبال الله أكبر بكت حبيب ولا حبيب بكت غالي ولا غالي صزمة صزمة قول الله وانا لا جثفوهم أنا مبرين عنهم اللهم هاي هم مجفعين شجف يا خار اشتركوا في القناة استشد فلسطينيون وأصيب آخرون في قصف للاحتلال استهدف منزلين في مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة حجاب في مخيم البريج ما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين نقلوا إلى مستشفى العودة كما قصفت منزلا لعائلة أخرى في شارع الدعوة شمال مخيم النصيرات ما أدى لاستشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين هذا وأعلنت السلطات الصحية بقطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العضوان على قطاع غزة إلى أربعين ألف وتسعمائة وتمانية وثمانين شهيدا وأربعة وتسعين ألف وتمانيمائة وخمسة وعشرين مصاب وأكدت السلطات الصحية أنه ما يزال العشرات من الشهداء تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع تواقم الإسعاف انتشاء لهم أو حتى الوصول إليهم جراء استهداف الاحتلال المستمر إلى تواقم الطبية ومحاصرة حركتها يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة على مدار 339 يوما حيث وشن الاحتلال عدة غرات على مناطق متفرقة من القطاع بما أصفر عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين ويتزمن مع ذلك تواصل أعمال العنف بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة آخرها اطلاقوا الرصاص الحية على مجموعة من العمال في منطقة وادي الحمص شمال شرق بيت لحمة في اليوم 339 من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة معزالة الأوضاع الإنسانية تموت دهورة في مناطق النزوح في القطاع طائرات الاحتلال شنت عدة غارات على المحافظة الوسطى لقطاع غزة أصفرت عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين في مخيم البريج والسرقطاع الاحتلال شن أيضا غارة في محيط مسجد القسام بمخيم النصيرات كما استهدفت الغارات مبنى البريد مخيم النصيرات ما أصفر عن إصابة عدد من المواطنين وقد أدت هذه الهجمات إلى استشهاد وإصابة الآلاف من المدنيين بينما لا يزاد العديد من الجثث تحت الأنقاض في ظل صعوبة انتشالهم نتيجة امرار القصف وتدهور الأوضاع الأمنية أوضاع إنسانية كارثية وحصار خانق يعيشه سكان قطاع غزة نتيجة الحصار المستمر الذي تفرضه إسرائيل والذي أدى إلى نزوح أكثر من 90% من السكان وتفاقمت الأزمة الإنسانية بسبب القيود المشددة التي تفرضها إسرائيل على دخول الوقود والمساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع مما يزيد من معاناة السكان ويعوق جهود الإغاثة وبالتزامن مع العدوان على غزة تشهد الضفة الغربية المحتلة عمليات عسكرية متكررة من قبل قوات جيش الاحتلال آخرها إطلاق الرصاص الحي على مجموعة من العمال في منطقة واد الحمص شمال شرق بيت اللحم أثناء محاولتهم الوصول إلى أماكن عملهم في مدينة القدس قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية جوزيب بورل إن مصر بدلت جهودا ضخمة في إدخال المساعدة لغزة ودف بورل في تصريحات من أمام معبر رفح أن الاتحاد الأوروبي يتمسك بالمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة يريد الاتحاد الأوروبي أن يتعامل مع هذا الوضع وأن يصل إلى الأشخاص في الداخل وأن يوصل المصابين للمستشفيات وأن تصل المساعدة الإنسانية لمن يحتاجوها ولكن علينا أن نواصل المطالبة بوقف لإطلاق النار وإطلاق صراحة المحتجزين والأسر ووقف القصف ووقف إطلاق النار وهذه قضية ومهم للاتحاد الأوروبي ولي الوزراء من زملائي وما يفعل الوزراء الأجانب قال وزير المالية الإسرائيل باسل إيل سموتريتش إن هناك خطط منظمة اعتبار من ديسمبر المقبل لتطبيق السيطرة الإسرائيلية على المساعدات الإنسانية إلى غزة واعتبر وزير المالية الإسرائيل أن سيطرة إسرائيل على المساعدات الإنسانية هي مفتاح النجاح المدني بغزة على حد قوله مؤكدا أنه لا تقدم نحو تدمير حماس مدنيا بسبب رفض الجيش تحمل المسؤولية من المساعدات الإنسانية للقطاع مع قرب حلول العام الدراسي الجديد لا تزال المدارس في قطاع غزة مغلقة في ظل استمرار الحرب ومع المقرر أن يعود الطلاب الفلسطينيون للمدارس التي تحولت إلى أنقاذ هذا الأسبوع في ظل تضرر أكثر من 90% من مباني المدارس في غزة بسبب القصف الإسرائيلي والتي تدويرها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وقد تسبب العضوان في حرماني أكثر من 630 ألف طالب وطالبة من حقهم في التعليم منذ 7 أكتوبر 2023 يضاف إليهم أكثر من 58 ألف يفترض أن يلطحكوا بالصف الأول في العام الدراسي الجديد فضلا عن 39 ألف ممن لم يتقدموا لامتحان الثانوية العامة حسب بيان الوزراء أعربها الأمين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن تقديره للمواقف الدنماركية الداعمة للقضية الفلسطينية مؤكداً على ثقته في أنها ستواصل دورها الداعم للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة العربية خاصة في دوء فوز كوبنهاجن بمقعد غير دائم في مجلس الأمن للعامين القادمين وخلال لقائه مع وزير خارجية الدنمارك لارس لوكا راسمسن طالب أبو الغيط الدنمارك بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية مشدداً على أن الاعتراف بدولة فلسطين يمهد طريقة للتكسيد حل الدولتين من جانبها أكد وزير الخارجية الدنماركية دعم بلاده للقضايا والشواغل العربية المختلفة كما أعرب عن حرص بلاده على تطوير العلاقات بالدول العربية في شتى المجالات ومازالت نشرة التاسعة مستمرة وتتابعون فيها لفروف يحذر من أن الشرق الأوسط على شف حرب إقليمية كبرى ويؤكد أن بلاده تعمل لمنع نشوبها حضر وزير الخارجية الروسية سرجيل أفروف من أن الشرق الأوسط على شف حرب إقليمية كبرى لافتا إلى أن بلاده تعمل مع جميع الأطراف من أجل منع نشوبها وفي كلمات خلال جلسة الحوار الاستراتيجي روسيا مجلس تعاون دول الخليج العربية قال الأفروف أن عكس المجتمع الدولي عن وقف القتال في قطاع غزة والموت الجماعي لسكانه أدى إلى تظاهر حادة في الوضع العسكري السياسي في جميع أنحاء المنطقة من حدود لبنان وإسرائيل إلى البحر الأحمر أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية إصابة أربعة أشخاص جراء غارة شنها لإحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان وأفذت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي غار على بلدة حنين في قضاء بنت شبيل كما نفذت مسائرة إسرائيلية غارة ثانية على البلدة هذا وتعرضت بلدة كفر كلاء لقصف المدفعي الإسرائيلي بقضاء في الهوم أعلنت وكالة الأنباء السورية سانا مقتل 18 شخصا وإصابة 43 آخرين في استهدف نقاط عدة بريف حما وسط السورية وأوضحت سانا أن نحو 15 غارة إسرائيلية حتى الآن على المنطقة الوسطى مشيرة لأن حريقا كبيرا نشب في منطقة حير عباس بريف حما جراء العضوان الإسرائيلية اتواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس الحالي كامل حارس غدا الثلاثاء للمرة الأولى أمام ملايين الأمريكيين في منظرة تلفزيونية قد تكون الوحيدة بينهما قبل الانتخابات الرئاسية المقرارة بعد أقل من شهرين وأظهرت سلسلة استطلاعات جديدة لأراء الناخبين أن الفارق بين المرشحين ضئيل بحيث يمكن لأي منهما أن يفوز بالرئاسة في الخامس من نوفمبر المقبل في مناظرة تلفزيونية قد تكون الوحيدة بينهما قبل الانتخابات الرئاسية المقررة بعد أقل من شهرين يتواجه دونالد ترامب المرشح الجمهوري وكمل هاريس المرشحة الديموقراطية الثلاثاء للمرة الأولى أمام ملايين الأمريكيين وستكون هذه المناظرة الأولى لهاريس والثانية لترامب الذي خاد مناظرته الأولى في السابع والعشرين من يونيو الماضي ضد المرشح في حينه الرئيس جو بايدن الذي قدم أداء كارثيا وكانت تلك المناظرة أحد الأسباب التي دفعت ببيدن إلى الانتحاب من السباق وترشيح نائبته مكانه سلسلة استطلاعات جديدة لأراء الناخبين أظهرت أن الفارق بين المرشحين ترامب وهاريس ضئيل بحيث يمكن لأي منهما أن يفوز بالرئاسة وبحسب هذه الاستطلاعات فإن الملياردير الجمهوري الذي يقدم نفسه مخلصا للأمريكيين المحرومين وضحايا التضخم يمكن أن يعود إلى البيت الأبيض على الرغم من مشاكله القضائية الراهنة والفوضى التي أحاطت بمغادرته الرئاسة في 2021 كذلك فإن هاريس التي أعطت زخما كبيرا للمعسكر الديمقراطية بعد دخولها المتأخر إلى الصباق الرئاسي مع حل الرئيس جو بايدن يمكنها وفق هذه الاستطلاعات أن تفوز بالانتخابات لعل الأمر الوحيد المؤكد حتى اليوم في الصباق الانتخابي هو أن المناظرة التلفزيونية الأولى بين المرشحين في فلادليفيا منتظرة بفارغ الصبر لدى ملايين الأمريكيين الذين سيراقبون النقاش عن كثب المناظرة التي قد تشكل عاملا حاسما في هذا الشوط الأخير من الصباق إلى البيت الأبيض احتفلت كوريا الشمالية بالذكرى السادسة والسبعين لتأشيس الجمهورية على يد رئيس كيم إلسونج وزار كبار المسؤولين في كوريا الشمالية ضريح الزاعمين السابقين راحلين كيم جونج إيل وكيم إلسونج بعرض للألعاب النارية وحفل رقص جماعية احتفلت كوريا الشمالية بالذكرى السادسة والسبعين لتأسيس الجمهورية على يد الرئيس كيم إلسونج الذي خاض نضالا واسعا لاستقلال كوريا ضد اليابان وزار كبار المسؤولين في كوريا الشمالية ضريح الزاعمين السابقين الراحلين وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكوريا الشمالية أن رئيس الوزراء كيم دوك هون وغيره من كبار المسؤولين زاروا قصر الشمس كومسوسان حيث يرقد جثمان والد الزعيم الحالي كيم جونج إيل وجده كيم إلسونج بعد تحنيطهما وقد تأسست كوريا الشمالية في التاسع من سبتمبر عام 1948 بقيادة المؤسس كيم إلسونج وظلت تحتفل بهذا التاريخ باعتباره يوم التأسيس الوطني وقالت وكالة الأنباء المركزية إن كوريا الشمالية أقامت تجمعا خارجيا وحفلا مسائيا في بيونج يانج للاحتفال بالذكرى وقالت الوكالة إن الفعاليات جمعت المبدعين في مجال العمل والأشخاص الجديرين بالتقدير من مختلف المجالات من جميع أنحاء البلاد بالإضافة إلى الكوادر المخضرمة وكان من بين الحضور أيضا مندوبون زائرون من جمعية للكوريين المقيمين في اليابان وعادة ما تقيم كوريا الشمالية عرضا عسكريا في مناسبات الذكرى السنوية الخمسية أو العشرية وفي العام الماضي نظمت كوريا الشمالية عرضا شبه عسكري بمشاركة قواتها الاحتياطية للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس البلاد هنا رئيس الوزراء مصطفى مدبولي فلاحي ومزارعي مصر بمناسبة الاحتفال بالعيد الثاني والسبعين للفلاح وأكد مدبولي أن هذه المناسبة تأتي تخليدا لجهد الفلاح المصري الدقوب عبر السنوات والعقود وعرفانا بفضله في تنمية وتطوير القطاع الزراعي الذي يظل أحد الدعائم الرئيسية للاقتصاد الوطني واشهدد رئيس مجلس الوزراء على أن برنامج عمل الحكومة يكرس اهتماما خاصا بهدف الأمن الغذائي هنأ وزير الموارد المائية والريه أن يسوي لمجموع الفلاحين المصريين بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح وأكدا أن هذا الاحتفال يأتي تكريما للفلاح على جهوده المتواصلة لخدمة الاقتصاد المصري وتحقيق الأمن الغذائي على مر السنين وقال وزير ريه أن هذا الاحتفال يأتي وقد أوشك موسم أقصى لاحتياجات المائية على الانتهاء حيث بذلت أجهزة الوزارة جهودا كبيرة لضمان مرور هذا الموسم بصورة جيدة وبدون أي أزمات وضمان الوفاء باحتياجات كل مستخدم للمياه تحتفل مصر اليوم بالعيد الثاني والسبعين للفلاح المصري الذي وافق ذكرى سدور قانون الإصلاح الزراعي الصادر عام الف وتسعمائة واثنين وخمسين عقب قيام ثورة الثالث والعشرين من يوليو ويعد عيد الفلاح اعترافا بجهد المزارعين المتعاظم في الاقتصاد الوطني وبدورهم في توفير المستلزمات اليومية الغذائية وفي إطار احتفلات المزارعين المتعاظم في مصر بعيد الفلاح افتتح وزير الزراع على فاروق ومحافظ الدقهلية تارق مرزوق ورشة العمل الخاصة بالنهوض بالتعاونيات الزراعية وأكد المحافظ أن الرئيس السيسي هو داعم الأول لزراعة في مصر وعمل على استصلاح آلاف الأفدناء لتوفير الأمن الغذائي لمصر وتحقيق اكتفاء ذاتي من كافة المحاصيل الاستراتيجية شهد محافظ دميات أيمن الشهابي لاحتفال بعيد الفلاح حيث افتتح معرض الانتاج الزراعي وسلم محافظ دميات تسعة عقود ملكية أراضي زراعية مقدمة من هيئة الإصلاح الزراعي كما كرم الفلاحين والمزارعين المتميزين في زراعة المحاصيل الزراعية المختلفة من مختلف مراكز المحافظة الأول مرة بنعمل معرض منتجات زراعية حاليا في كل المنتجات الزراعية العسل والجبن جميع أنواع الجبن وفيه برضو معانا قسم بيطري جايبين تحصينات وإذا حد من المزارعين يحتاج حاجة يسأل دكتور طبيب بيطري المتوفر وموجود في المعرض بالإضافة أن سيادة المحافظ سلم عدد تسعة عقود أرض إصلاح زراعي لمزارعين مديرية الطب البطري جدوميات بتقوم بتأدية خدمات الطبية البيطرية للمربين والفلاح عندنا إدارات الوقاية بتقوم بعملية التحصين وإدارة التاليح الصناعي بعملية التحصين الوراسي إضاية الارشاد البطري بتقوم بعملية الإرشاد للفلاحين جميع الوحدات البطرية المنتشرة على نطاق المحافظة بتقوم بالرعاية الشاملة للمشاة والحيوانات المنقودة بنطاق هذه الوحدات مصر دولة زراعية في المقام الأول بتعتمد اعتماد كبير في اقتصاديا على المجال الزراعي العنصر الأساسي في المجال الزراعي هو الفلاح المصري أنا رئيس القطاع البنك الزراعي المصري في دميات البنك عموما أنشئ من أجل خدمة الفلاح المصري وخدمة الزراعة المصرية البنك بيقدم حزمة كبيرة جدا 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 يعني هو البنك المتخصص في المجال الزراعي كل ده لخدمة الفلاح وخدمة الأرض الزراعية وخدمة المجال الزراعي عموما طوافقا مع عيد الفلاح فتم اختهار اليوم ده لقامة المعرض ده يعني لأن ده عيد الفلاح لـ 72 في مصر بس هو ده المرة الأولى أن محافظة دميات يعني يحصل فيها تنظيم لمعرض منتجات زراعية بالصورة دي تزامنا مع عيد الفلاح وإحنا هنا بنشارك بمنتج عسل نحل خام بيور العسل ده كله إنتاج مصري يعني كل ده من إنتاج الحقول المصرية تم اختيارنا من مديرية الزراعة إحنا بفضل الله أول مصنع يصنع شمع أساس في دميات الشمع بتاعتنا بتتميز أن هي مفهاش أي مواد صناعية ولا عطور ولا ألوان ولا أي حاجة طبيعية 100% سريعة المط والنحلين هيفهم كويس أوي الكلام ده والحمد لله يعني النحلين كلهم بيشكروا في الشمع في الشمع بتاعتنا الفلاح المصري هو عصب البلد هو اللي شايل البلد على كافه الفلاح المصري من أنشط فلاحين العالم الفلاح المصري بيخاف على أرضه بيراعي أرضه كأن بيراعي الطفل فلاح المصري بينزل أرضه من الفجر مايروحش للعيشة النهاردة بنحتفل محافظة دميات بوجود السيد المحافظ وشايفين المعرض قدامنا وشايفين تكريم إن شاء الله للفلاحين ويوم جميل إن شاء الله كل عام بيتم في مثل هذا اليوم وكل عام محضرات قطيبية بشكر القائمين عليه وبشكر السيد رئيس الجمهورية على المبزول اللي بجهده للفلاحين وعيد الفلاحين وأنا رئيس جمعتنا سوء المحاصل من المحافظة وحي كل المنظومة بالكامل اللي قامت على هذا العرص الجميل في هذا اليوم الجميل قرر وزير الزراع واستصلاح الأراضي على فاروق صرف مساعدات مالية عاجلة لأهالي وأسر العمال الزراعيين ضحايا حادث التصادم الذي وقع بمحافظة البحيرة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوية والذي رح ضحيته سبعة عمال زراعيين بالإضافة إلى إصابة خمسة آخرين ووجه وزير الزراع الجمعية العامة للإصلاح الزراعي والجمعية العامة للأراضي المستصلحة بصرف مبلغ إجمالي 30 ألف جنيه لأسرة كل متوفة و20 ألف جنيه لكل مصابة كمساعدة مالية لهم قرى صغيرة بمحافظة الغربية وحدها تعطر العالم برائحة اليسامين ويخرج من إحدى تلك الكرة أكثر من نصف إنتاج العالم من زهور اليسامين التي تدخل في الصناعة العطرية من قرية صغيرة بمحافظة الغربية إحدى محافظة الدلتا يخرج أكثر من نصف إنتاج العالم من زهور اليسامين التي تدخل في صناعة أشهر المنتجات العطرية عالمياً قرية شبرة بلولا إحدى قرى مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية تشتهر بزراعة اليسامين التي تستحوذ على حوالي 257 فداناً من مساحتها بالنسبة لنا اليسامين داخل في الخمسينات أول ما داخل داخل في مصنع فخري كان هو أول بداية هنا في المنطقة كلها دلوقتي إحنا عندنا مصرح حالياً وصلت إلى 60% أعلى من 60% كمان من الإنتاج العالمي نجمحها بالليل لأنه بالليل تبقى الجوط هراوة وتبقى نازل على هنداة بيديها وروح أن تتعرف تجمحها بيديها وروح أن تتعيش معك ويبدأ موسم حصاد اليسامين من شهر يونيو حتى شهر ديسمبر ولكن في الواحدة من منتصف الليل وحتى التاسعة صباحاً قبل شروق الشمس وارتفاع درجة الحرارة بسبب أنها تفقد رائحتها العطرة الفريدة وتصبح غير صالحة للاستخدام مع عدم القدرة على استخلاص الزيوت العطرية منها بالنسبة لصجرة اليسامين نجيبها شتلات نقصها في الموسم بتاعها بنعملها أولا بنشتلها وبننجلاف في كياس وبعد أن نجيبها نزرح بتوات سنة على ما تبتدى وتسمر وتجيب انتهاء ويعتبر قطف الأزهار من شجيرات الياسمين التي يبلغ ارتفاعها نحو المتر أمراً شاقاً حيث يحرص المزارعون على التوازن بين القطف السريع وعدم الضغط بشدة على الأزهار حتى لا تفقد زيوتها ويمكن للشخص أن يجمع في المتوسط نحو ثلاثة كيلو جرامات من الأزهار بشكل يومي لينقل المحصول بعد ذلك إلى المصنع من أجل استخراج الزيوت العطرية استجابت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء لعدد من الشكاوى ذات البعد الإنسانية وذلك في إطار توجهات القيادة السياسية بالعمل على سرعة حل مشكلات المواطنين وأكد مدير المنظومة طارق الرفاعي أن هذه الجهود تأتي تنفيذا لتكلفات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بسرعة التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة استجابة للشكاوى والاستغاثات العاجلة ذات الطابع الإنساني والبعدين الصحي والاجتماعي خاصة فيما تعلق بالحالات من كبار السن أكد نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار على دور مصر الرائد في مجال مكافحة الدرن وفيروس كورونا وغيرها من التهابات الجهاز التنفسي مؤكدا العمل على خفض الوفيات بسبب الدرن بنسبة 90% بحلول عام 2030 وجاء ذلك خلال كلمة مسجلة للوزير في دورة تدريبية نظمتها الوزارة بعنوان مكافحة الدرن وكوفيد 19 والتهابات الجهاز التنفسي في البلدان الأفريقية بتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية استقبل نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان خلد عبدالغفار الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر بحث الاجتماع أوجه تعاون في محارمة مرض السمنة ومضاعفتها بالإضافة إلى محاربة الأنيميا والتقزم في الأطفال وذلك من خلال الحملات في المدارس ووحدات الرعاية الأساسية بالمحافظات ودعم الوحدات الصحية بالأجهزة والكواشف اللازمة التقى وزير الثقافة أحمد فؤاد حنوب النقيب الصحفيين خالد البلشي لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والنقابة الصحفيين وتناول اللقاء عددا من المقترحات لإنشاء شراكة استراتيجية بين الطرفين في مجالات متعددة وتوقيع بروتوكول تعاون يهدف إلى تدريب وتأهيل المكاتب الإعلامية التابعة لقطاعات وهيئات وزارة الثقافة على مستوى الجمهورية توجهت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في المنتدى الأقليمي العاشر للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب أسيا والمنعقد خلال الفترة من التاسع إلى حدد عشر من سبتمبر 2024 برياضة وتشارك وزيرة البيئة في الجلسة الخاصة برؤية الاستراتيجية والخطة المالية للعشرين عام القادمة حيث تستعرض وزيرة البيئة خلال الجلسة التحديات التي تواجه مصر في تنفيذ السياسات البيئية والطرق التي تتبعها لتحسينها ودور المجتمع المدني ودور المشروعات البيئية في تحقيق التنمية المستدامة استقبل القصة رئيس الطائفة الإنجلية رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني خالد عبد العزيز وأكد رئيس الطائفة الإنجلية أن التحالف الوطني يمثل دعامة قوية للنهود بالخدمات المجتمعية وتحقيق التنمية الشاملة التي تستهدف كل فئات المجتمع خاصة الفئات الأكثر احتياجاً مشيداً بالعمل المثمر والمستمر في مبادرة إزرع التي تهدف إلى تحقيق مصالح الشعب ومن جنبه أكد الرئيس مجلس أمناء التحالف الوطني على الدور البارز الذي تلعبه الهيئة القبطية الإنجلية من خلال مبادرة إزرع التي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة أكد محافظ القاهر إبراهيم صابر أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تهدف لتحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة وخلال لقائه أعضاء اللجنة التنفيذية لتقييم المشروعات الخضراء أكد محافظ القاهرة أن العاصمة احتلت المركز الأول بين المحافظات في عدد المشروعات المقدمة في كافة الفئات وذلك بإجمالي 1063 مشروعاً وأشار إلى أن المبادرات تستهدف تلبية معايير الاستدامة البيئية والتي تؤدي إلى خفض بعتات الكربون والحفاظ على الموارد الطبيعية الآن مشاهدين نتابع أهم أنباء المال والأعمال ومصطفى ميزار شكراً صحر ناجي شكراً إيمان منصور أهلا بكم مشاهدين الكرام في أولى محطتنا في نشرة التاسعة أخبار المال والأعمال في هذه النشرة تصعدت تحويلات المصرين العاملين بالخارج خلال يوليو 2024 بمعدل وصل إلى 86.8% لتسجل نحو 3 مليارات دولار للشهر الخامس على التوالي كما ارتفعت التحويلات بمعدل 15.9% مقارنة بالشهر السابق له مباشرةً والتي سجلت خلاله نحو مليارين وستمائة مليون دولار وبذلك سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور السبع الأولى من العام الحالي زيادة بمعدل 32.4% لتصل إلى نحو 15 مليار ونصف المليار دولار مقابل نحو 11 مليار و700 مليون دولار خلال ذات الفترة من العام السابق استهل نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير سلسلة اجتماعاته مع الوزراء والمسؤولين العراقين خلال زيارتي للعاصمة العراقية بغداد بلقاء وزير النقل العراقي ورؤساء 13 شركة مصرية من كبريات الشركات المتخصصة في مشروعات البنية التحتية وخلال الاجتماع أكد الوزير على أن مصر لديها تجربة رائضة في مجالات البنية التحتية وقد حققت مصر نهضة كبيرة في كافة القطاعات كالطرق والأنفاق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ والمدن السكنية ومشروعات المياه والكهرباء وغيرها التقى وزير البترول كريم بدوي وفدا من شركة وزير فورد العالمية وتناول اللقاء سبل دعم وتنمية التعاون بين قطاع البترول والشركة الرائدة عالمياً في تقديم الخدمات والحلول الرقمية والتكنولوجيا للحفر والإنتاج من آبار البترول والغاز أكد وزير البترول في هذا اللقاء على أن قطاع البترول منفتح على التعاون مع الشركاء العالميين في مجال الخدمات والتكنولوجيا لصناعة البترول بما يعزز من استخدامها في تطوير وتنمية الانتاج البترولي ورفع معدلاته قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي راني المشاط أن التخرج الشركات الحكومية من شركة تمويلي للتمويل متنهي الصغر لصالح تحالف من المستثمرين الدوليين يمثل تطبيقاً عملياً لجهود حوكمة الأنشطة الاقتصادية وتنفيذاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة جاء ذلك خلال حفل توقيع اتفاقية بيع 100% من أسهم شركة تمويلي للتمويل متنهي الصغر المملوكة لشركتي إن كابيتل وأياد التابعتين لبنك الاستثمار القومي والبريد الاستثمار إلى تحالف دولي من المستثمرين أعلن رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة عن قبول طلبات الشركات الصينية لتخصيص أراضي استثمارية جديدة في قطاعات متعددة في مدينتي العالمين الجديدة والمينيا الجديدة جاء ذلك خلال استقبال رئيس الهيئة لوفدين صينيين ضم ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص لبحث دخل استثمارات جديدة في السوق المصرية أكد وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق على أهمية التعاون المشترك وتطوير سبل العمل مع المؤسسات الدولية المعنية بتطوير ملفات التجارة الداخلية وتحقيق الأمن الغذائي جاء ذلك خلال استقبال فاروق لمديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر كلمان سفيدال لمنقشة سبل تعزيز التعاون المشترك انتهت مشاهدين الكرام أولى جولاتنا في أخبار المال والأعمال في نشرة التسعة ولكن أخبار التسعة ما زالت مستمرة ونعود لاستكمالها مع إيمان وصحر شكرا لك مصطفى كرامة وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو الحاصلين على جوائز الدولة النيل والتقديرية والتفوق خلال الست سنوات الأخيرة بداية من الفين وتسعة عشر حتى العام الحالي الفين أربعة وعشر بلغ عدد المكرمين مائة وستة عشر مبدعا في مختلف المجالات وذلك خلال الاحتفاليات الكبرى التي نظمها الأعلى للتقافة والتي تأتي تكسيدا لرؤية مصر للاحتفاء بالمبدعين والمبدعات الذين أسهموا في إطراء المشهد التقفي والفني والعلمي في البلاد وتقديرا لجهودهم وإبداعاتهم التي أسهمت في تعزيز الهوية الثقافية ولأن نتحول إلى الشهد الرياضي في هذه النشرة من جديد نتحول إلى مصطفى مزار شكرا من جديد الإيمان شكرا صحر أهلا بكم مشاهدين الكرام في ثاني محطتنا أخبار القرى والملاعب وأخبار رياضة محليا وعالميا اختتمت شركة المتحدة للرياضة فعليات منتدى الإعلام الرياضي والذي يعقد على مدار يومين بالشراكة مع منتدى مصر للإعلام ورابطة كتاب كرة القدم في إنجلترا شهدت الجلسة الختمية للمنتدى مشاركة من خبراء الإعلاميين ورموز العمل الإعلامي الرياضي بالمعايير الإعلامية والدعوة إلى تقديم إعلام رياضي هادف والابتعاد عن الفبركة والأخبار الكذبة توصيات خرج بها منتدى الإعلام الرياضي في نسخته الأولى والذي استمرت فعلياته على مدار يومين ما يكونش متعصب، ما يكونش بيشكع فرقة يكون محايد، يكون موضوعي، يكون علمي يكون متابع الدنيا فيها إيه؟ يكون متابع الرياضة كلها فيها إيه؟ يكون بيهتم بقيم الرياضة ما دي كلها بدهيات وهي دي كلها أخلاقيات الرياضة إذا ما كنتش عارف الأساسيات العمل الإعلامي مش هتعرف إيه أخلاقيات ممارسة العمل الإعلامي وإذا كنت فيها من الإعلام ده بظيفة أنا بالنسبة لي أنا هتكلم عن نفسي من أول يوم اشتغلت فيه عمري ما حاسنت أنه هو بظيفة ده شغف وده حب للرياضة ورسالة الجلسة الختامية التي شهدت مشاركة من خبراء إعلاميين ورموز العمل الإعلامي الرياضية أكدوا على أن مقدم البرامج الرياضية يجب أن يلتزم بعدم التحيز وتقديم محتوى إعلامي يحترم عقلية المشاهد كما شهدنا على مدى يومي عمل في منتدى الإعلام الرياضي لم يكن هناك من ينفي أو يقاوم فكرة أن لدينا مشكلة في الأداء الإعلام الرياضي وذي المشكلة لها جوانب في الإعلام التقليدي ولها جوانب في السوشال ميدي وبالتالي هذا المنتدى مهم جدا لأنه وضع جميع الأطراف في جلسة واحدة أو في مكان واحد ليناقشه كيف نستطيع أن نخرج من ذلك أتصور أن الخروج من ذلك يأتي عبر تجديد الالتزام داخل الوسائل الإعلامية نفسها بالقواعد والمعايير المهنية وأيضا بإفسح المجال للإعلاميين الرياضيين والصحفين الرياضيين أنفسهم لكي يلتزموا بالتزامات طوعية تجاه الجمهور لأن الجمهور في الواقع يستحق إعلاما رياضيا أفضل من ذلك بكثير يذكروا أن منتدى الإعلام الرياضي هو منتدى متخصص يوفر فرصة فريدة لصحفين والإعلاميين الرياضيين للقاء ومناقشة أهم القضايا الإعلام الرياضي والاحتكاك بكبار قادة المؤسسات والتجمعات المهنية الرياضية بعد أربع جلسات وست ورش عمل يختتم منتدى الإعلام الرياضي فعلياته بتوصيات إنه تم التأكيد فيها على ضرورة الالتزام بالمعايير الإعلامية ونبذ العنف والتحلي بالأخلاق الرياضية من منتدى الإعلام الرياضي محمد الخطيبة التلفزيون المصري أجدل السطار على منافسات دورة الإلعاب البارالامبية باريس 2024 والتي أقيمت في الفترة من الثامن والعشرين ونوصص حتى الثامن من سبتمبر الجاري تمكن في هذه البطولة تمكن أبطال مصر البارالامبيون من التتويق بسبع ميديليات متنوعة بواقع ذهبيتين وفضيتين وثلاث ميديليات برونزية إنجازات رياضية مصرية لا تتوقف وفي كل ميادين المنافسة يثبت الرياضيون المصريون يوما تلو الآخر أنهم على قدر المسئولية الكبيرة لتمثيل بلدهم ورفع رايته عالية في كل المحافل الدولية ولم يكن التمثيل المصري في دورة الألعاب البارالامبية باريس 2024 ببعيد عن هذه الإنجازات حيث حققت البعثة المصرية إنجازات كبيرة في العديد من المنافسات وتمكن أبطال مصر البارالامبيون من التتويج بسبع ميديليات متنوعة بواقع ذهبيتين وفضيتين وثلاث ميديليات برونزية وجاءت ميديليات مصر عن طريق محمد المنياوي وزن 59 كيلو جرام ورحاب ردوان وزن 55 كيلو جرام الذين تويج بذهبيتين رفع الأثقال فيما جاءت الميديليات الفضية عن طريق فطمة محروس وزن 67 كيلو جرام ومحمد صبح وزن 88 كيلو جرام في رفع الأثقال أيضا وجاءت الميديليات البرونزية عن طريق منتخب الكرة الطائرة جلوس وصفاء حسن وزن 79 كيلو جرام ونادي فكر وزن فوق 86 كيلو جرام في رفع الأثقال يذكر أن مصر شاركت في الدورة ببعثة قوامها 54 لاعباً ولاعبة يمثلون 10 رياضات هي رفع الأثقال وألعاب القوة والكرة الطائرة جلوس وكرة الهدف والسباحة وتنس الطولة والبارة تايكوندو والبوتشيا والتجديف والبارة كايك اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريباته ببتسوانا سعداداً لمواجهة منتخبها غداً في إطار مباراة الجولة الثانية من التصفية المهلة لنهيات كأس الأمم الإفريقية 2025 هذا ورفض مسؤول منتخب مصر الموعد الجديد الذي حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف لمباراة ببتسوانا في التاسعة مساء غداً الثلاثاء وطلبوا بالالتزام بإقامة المباراة في موعدها لارتباط المحترفين واللاعبين مع أندياتهم في دور الأبطال والكونفدرالية بمواعيد صفر ومباريات رسمية أكد مسؤول منتخب مصر أنهم في انتظار الرد النهائي من الكاف سواء باعتماد الموعد الجديد رسمياً أو إقامة المباراة في موعدها المحدد سلفاً في الرابع عصر انتهت جولتنا رياضية مشاهدين الكرام لكن أخبارتها ساعة مستمرة ونعود لاستكمالها مع الزملاء صحر وإيمان شكراً لك مصطفى ميزار تحول اليوم الذكرى الثالثة عشر لرحيل الروائي خيري شلبي والذي يعد واحداً من أفضل الروائيين والأدباء انتلاقاً من اهتمامه الشديد في أعماله بالبسطاء والمهمشين وتوج مشوار شلبي بالحصول على جائزة الدولة التقديرية في الأداب عام 2005 وتحولت بعض رواياته إلى أفلام سينمائية ودراما تلفزيونية فضلاً عن ترجمة بعض أعماله إلى عدد من اللغات الأجنبية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يتوقع خبراءة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الثلاثاء تقص شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء ومائل الحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء أيضاً معتد الحرارة رطب على السواحل الشمالية وفيما يلي مشاهدين الكرام بيانهم بدرجات الحرارة المتوقعة غداً على محافظات ومدن جمهورية مصر العربية البداية من القاهرة 37-27 والجو فيها حار في الأسكندرية 36-26 والجو أيضاً حار في مطروح 36-25 والجو أيضاً حار في برسعي 33-27 والجو حار في الإسماعيلية 38-26 والجو حار في محافظة السويس درجة الحرارة العظمى 38 والصغر 27 والجو حار في العريش 35-24 في طابة 36-28 في شرم الشيخ 38-28 في الغردقة 28-38 والجو أيضاً في حار في محافظة الأكسر درجة الحرارة العظمى 41 درجة والصغر 27 والجو شديد الحرارة في أسوان 42-28 والجو أيضاً شديد الحرارة في الوادي الجديد 40-25 والجو حار وفي حلايب 36-29 والجو حار وأخيراً في شلتين 39-28 والجو فيها أيضاً حار والآن مشاهدين الكرام نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقع غداً الثلاثاء في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية ترجمة نانسي قنقر وبحالة التقس انتات نشرة التاسعة وهتبقى التذكير بالعنوين خلال لقائه مسؤولة السياسة الخارجية للأتحاد الأربي رئيس السيسي يشدد على ضرورة تغليب مصار التهدئة والتواصل لاتفاق هدنة بغزة وزير الخارجي يبحث مع نظير سوري قضايا المشتركة ويؤكد على رفض مصر للتدخلات الخارجية في شؤون سوريا الداخلية تواصل العدوان على غزة لليوم التاسعة والثلاثين بعد التلاتيمائة على التوالي وعدد الضحايا ارتفع إلى نحو مائة وستة وتلاتين ألف شهيد ومصاب ختم نشرة التاسعة تتكون من التلفزيون المصري شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة